موسيقى 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 بنرحب بكم في أولى حلقات اللغة الإنجليزية مع منهج الصف الثالث الإعدادي النهاردة هنبدأ معاكم unit 1 هنبدأ بقى نشوف شكل جديد للتعديم هنشوف شكل جديد كمان حننقش مع بعض اسئلة جديدة كنا نوهنا عنها في الحلقة السابقة اللي عملنا لكم فيها مراجعة على مدرسناه في منهج حنشوف حاجات كتير أول النهاردة في بداية الحلقة بنرحب مستر محمد المصطف هلو مستر محمد مستر محمد هنبدأ النهاردة أول حاجة في المنهج unit 1 بس هنحاول نخليه حتى على حلقتين مش على حلقة واحدة طبعا بالنسبة ل unit 1 ده بداية الدراسة ونتمنى إن شاء الله لجميع الطلاب التوفيق والاستمتاع بجميع الحلقات بتاعتنا إن شاء الله ونتمنى طبعا إن هم يتابعونا ونتمنى كمان هم يتواصلوا معنا عن طريق التليفون بالنسبة ل unit 1 بتاعها learning languages وطبعا مستر صبحي من باين أن learning languages بتتكلم على the importance of learning a foreign language تعلم اللغة أهمية إن الإنسان يتعلم لغة تانية وإحنا طبعا زي ما إحنا عارفين إحنا بناهتم باللغة الإنجليزية because it's the most important language in the world أهم لغة في العالم تمام والطلبة يعرفوا مليونة هذا الكلام أيضا والنقرد إن شاء الله طبعا زي ما حضرتك كلمت هنقدم ونركز كمان على الطرق الجديدة لأسئلة المتعلقة بالكلمات والجرامر تمام نبدأ مع بعض unit 1 خليهوا تجاهزين معايا نسجل مع بعض الكلمات الجديدة عشان هنشوفها في أسئلة يلا نبدأ مع بعض نشوف the first word which is match again match طبعا واضحة من الصورة وسهلة match we have the word receptionist again receptionist Mr.Mohamed what is a receptionist? a receptionist is a person who work in a hotel who meets guests a guest is and visitors the receptionist موظف استقبال we also have the word conference again conference conference Mr.Mohamed طبعا conference دي a new word دي كلمة جديدة شوية بالنسبة للطلبة وكلمة conference اللي قلناها في sentence ممكن نقول some doctors travel abroad to attend conferences some doctors always travel abroad to attend attend اللي هي معناها يحضر هيبقى كلمة conference مرتبطة بالذرب attend يحضر مؤتمر طيماً أبنقول attend a conference اللي هو يعني يحضر مؤتمر وطبعاً فيه المؤتمر ربطي بأنواع يعني ممكن نقول medical conference اللي هو مؤتمر طبي بالنسبة للدكتور فيبقى احنا كده استخدمنا كلمة conference وهي واحدة من الكلامات الجديدة اللي ممكن طلبة بتعرفها لأول مرة تمام again conference we also have the word university again university الجامعة medicines again medicines hospital 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 is a place where sick people go again hospital japan again japan mr. mohammed what about japan japan is one of the important countries in asia asia yeah oh it's a country in asia yes again japan also we have the word tokyo tokyo mr. mohammed i think it's the capital of yes tokyo is the capital of japan yeah the capital of japan tokyo is the capital of japan we have another word which is thailand thailand is a country in asia we have china 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 cine we have also malaysia again malaysia malaysia is another country in asia there is a country in asia flat 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 طبعا بمعنى أشاقة بمعنى أشاقة شركة بستر محمد ماذا عن شركة؟ شركة هي مكان مكان يعمل موظفين 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 تمام سيد سيد زوج 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 نكتب المكان مكان موظفين السياح زوج لدينا دفعات هنا إل 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 بمعنى مريض ول بصحة جيدة إل منت منت بمعنى دقيقة منت بمعنى ساتلائت قمر صنعي موبايل فون طبعا كلنا عارفين موبايل فون بيزنس مين محكرة مiben very كيف تونبي بمعنى ساتلائت موفر مؤ強اء دائما بنقول أفريد آف اللي هي معناها خائف من يعني زي ما نقول له واحد مثلا don't be afraid of making mistakes يعني you must be try and try لازم تحاول ونقول له you must be you don't don't be afraid يعني ما تخافش of making mistakes اللي هو من ارتكاب الأخطاء yeah again afraid we have the word machine again machine بمعنى آلة and the plural is machines or machinery لها جمعين ممكن نجمعها machines او machinery بمعنى آلات the middle east again the middle east لي منطقة الشرق الاوسط طبعا كلنا شايفنا من خلال الماب الخريطة اللي قدامنا دي the middle east الشرق الاوسط tour guide again tour guide للمرشد سياحي مستر محمد what is a tour guide? yes a tour guide is a person who helps tourists when they visit other country مستر محمد في unit 1 حضرتك كلمت في الأول على أهمية learning languages أحيانا في سؤال الparagraph ممكن الطالب يكتب جملة على business man على tour guide يعني ممكن يكتب ايه على tour guide في أهمية تعلم اللغة بالنسبة يعني ممكن ودي طبعا ملحوظة جميلة جدا مستر صبحي ان فعلا بيجي في الامتحان سؤال يقوله でواريت او او انجليش او طبعا انجليش فطبعا لو اتكلمنا على بعض الجوز زي tour guide ممكن نقول a tour guide needs to learn انجليش إنجليش تو سبيك أو كوميونيكيت أو طبعا ممكن نقول كوميونيكيت هنبنقولها برضو في الجملة بتاع البزنس ما أنا بسر صبحي تسبيك ويز توريست طبعا هنعفلني التور جايد أولوز ميت ستوريستس from other countries دائما بيتقابل مع السياح اللي بيجوا من بلاد أخرى فنقول الجملة تاني التور جايد نيز ويا ريت الطلبة يكتبوا الجملة دي معنا اللي ينزلوا بسر صبحي فعلا قال كل يونت عندنا عشان الطلبة برضو يتابعين معنا الموضوع ده كل يونت عندنا حيبقى فيه درس ريدنج درس الريدنج ده بيجي لك منه سؤال البراجراف يعني اليونت الأولاني بيتكلم عن لو جالك سؤال باراجراف في اليونت ده هيقولك تكلم عن تعلم الإنجليزي مسلا فهتكتب جملة زي اللي مستر محمد بيقولها لنا دي منهم جملة على بزنس من اه ياري ممكن نقول بزنس من بزنس بزنس من نيد انجليش نيد انجليش يعني نقول بزنس من نيد انجليش يبقى كده احنا هنكتب جملة على اهمية الانجليش البيزنس من تو كوميونيكيت لكلمة اللي قالها مستر صبحي الوقت الكلمة بالكلمات الهامة برضو ويا ريت نحفظها مع ويز يعني دايما بنقول كوميونيكيت ويز اللي هي يتواصل معه أو يتصل به اللي هي لما قول ان البزنس من بيحتاج الانجليش تو كوميونيكيت ويز كوميونيكيت ويز كوميونيكيت ويز كوميونيكيت ويز بيحتاج الانجليش عشان يتواصل مع الدول الاخرى او الشركات. شركات في الدول الاجنبية. في الدول الاجنبية. يبقى كده زي ما مسته الصبح قال عملنا جملتين على. هو هو الطالب من خلال درس جده مستر محمد ممكن يعمل كله. يعني ممكن تتكلم عن مسلا اهمية الانجليش بالنسبة للطالب الجامعة او طالب المدرسة السنوية. تقول محتاج الانجليش ان نروح الجامعة. اه ممكن نتكلم برضو عن اهمية بالنسبة لمن تاني مستر محمد. ممكن مستر صبح نتكلم على الانجليش مثلا for people who likes to use computer. اه الناس اللي بسارة الانترنت يعني ممكن نقول معظم المعلومات. and the internet is in انجليش. معظم المعلومات على الانترنت بالانجليش. فده كله بيتكلم عن اهمية الانجليش. يعني مستر صبحي ممكن من الكلام حضرناك ننبه الطالبة ان هو لابد ان يهتم بالدروس الريدينج اللي في الكتاب بتاعلمه. اه اه طبعا لهمة جدا ان انا اقرأها ان انا to have an idea. لازم يكون عندي فكرة اعرف اتكلم عن الدرس اللي هو الموجود. تمام اللي هو في اليونيت. تمام. كلمة study ده بمعنى يزاكر. again study. interviewer. again interviewer اللي هو موزيع او الشخص اللي بيقوم باجراء الحوار again interviewer. دي كانت اهم اللي موجودة عندنا في يونيت وان. هنبدأ مع بعض الوقتي في التقديم الجرامر. مستر محمد دايما في كل مراحل الدراسية. اول الجرامر ما بيبدأ بنبدأ بالبريزن سيم. تمام. اه. هو طبعا بريزن سيم لزمن الطلب اعتادوا عليه. هو برضو المدرع بسيط والمدرع المستمر لكن بننبه برضو ويمكن قلناها في الحلقة التمهيدية اللي عملناها مستر شبح اللي هو في الاسبوع اللي فات. ان احنا عندنا الجرامر السنة دي هنتناوله ولكن نركز على نوعيات الاسئلة الجديدة. اه. وايضا عايزين الطلبة لما يدرسوا زمن يركزوا جدا في اه. اه. بتاعت الزمن او اللي هو استخدامات الزمن. وايضا في الكيووردز. لان احنا السنة دي برضو في سنة تالتة مستر شبح ينبيهم ان الكيووردز مش مجرد ان انا عارفها بس. ابقى عارف استخدامها. اه. لان هي ممكن ابقى عندي اولوز ونيفر. هم بيدلل على البرزن سيمبل صحيح. اه. لكن بيستخدامه بطريقة مختلفة. عشان لما يجيلي سؤال بقى ري ريت اللي حضرتك نبيهت على ليه الاسبوع اللي فات. اللي هو السؤال للأكواس بيبقى محتاج اني استخدم كلمة بدل كلمة فبالتالي لازم ابقى عارف الاستخدام بتاع كل كلمة. اه. يلا نبدأ مع بعض نشوف البرزن سيمبل تاني مع اي وي يو وذي والبرولال نون. ويوز the infinitive. بنستخدم الفعل في المصدر. مع هي وشي وقت والسي لارناو مع هي وشي وقت والاسماء المفردة. ويوز بنستخدم infinitive بلاس اس اي اس او اي اي اس. المصدر واضافة اس او اي اس او اي اي اس. بالنسبة ليوسيج الاستخدام بتاع البرزن سيمبل. بنكلم بنستخدم مدرعة بس بنكبر بيه عن هابت عادة. or facts حقائق. يعني الشائع في استخدام البرزن سيمبل ان انا بستخدمه to express present habits or facts حقائق. يلا نشوف مع بعض some examples. the first one i get up at six o'clock. واحد بقول i get up at six o'clock. انا بستيقى زي ساعة ستة. طبعا دي هابت عادة. لو قلت مثلا the earth goes round the sun. الارض بتدور حول الشمس. طبعا دي فاكت حقيقة. يبقى البرزن سيمبل بستخدمه to express habits or facts. بعبر به عن habits or facts. مستر محمد فيه برضو بالنسبة البرزن سيمبل عايزين نعود الطالب برضو على موضوع الموقف الدائمة. يعني لازم تاخدوا بالكم ان انا مثلا لو قلت I am a teacher. I am a teacher. انا مدرس. ده بريزن سيمبل يعني كلمة ام دي بريزن سيمبل. بس دي بنسميها موقف دائم. لو قلت مثلا مستر احمد بيشتغل في شركة كبيرة. انا لو قلت مثلا سامي is strong. سامي قوي. ايس دي ده بريزن سيمبل. مدارع بسيط. برضو بنعبر بيه عن حاجة اسمه permanent situation. موقف دائم. يبقى كلمنا على استخدام البرزن سيمبل. قلنا بنعبر بيه عن هابط عادة او fact. وبردو موضوع البرزن سيمبل. يلا نشوف مع بعض الكي وردز. الكلمات اللي بنستخدمها مع البرزن سيمبل. طبعا كلها ظروف تكرار زي كلمة usually, always, often, sometimes, rarely, never. وكمان فيه every ممكن اقول every day, every week وهكذا. again, usually, always, often, sometimes, rarely, and never. طب مستر محمد قبل ما نشوف البرزن سيمبل باسف. قبل ما نشوف البرزن سيمبل باسف. قبل ما نشوف البرزن الموجولة عايزين نشوف جملة على البرزن سيمبل. طبعا مستر صمحي من الكلمات اللي حدلك عرضتها الوقتي اللي هي الكي وردز بتاعت البرزن سيمبل. يعني ممكن نحط واحدة منهم في الجملة. لما اجي مسلا اقول احمد. always, space, up, early. وبعدين لو جات لي. مثلا زي get. او ممكن يقول got. او ممكن gets. او getting. احنا عمنا يا مستر صبحي السنة دي نعود الطالبة اللي هو ازاي يفكر. في الاجابة خاصة لما يكون مرتبطة برول او قاعدة. يعني انا عندي الجملة بطول احمد always وبعدين space up early. وعندي الاختيارات get got gets get it. انا لو طالب افكر ازاي الاول تلفت نظري كلمة always. ان هي زي ما قلنا دلوقتي من الكيوورد بتاع المضارع البسيط. طيب طالما عرفت ان الجملة في المضارع البسيط. ابدأ اركز على السبجكت اللي هو الفاعل. انا عندي هنا احمد. ولسه مستر صبحي قايل لنا ان الجملة لو بدأت به او شي او اسم مفرد بنستخدم الفيرب هل في المصدر ولا مضاف له اس. لأ قلنا في الفاعل بعد المفرد بيجي مضاف له اس. يبقى لو انا فكرت بالطريقة المنظمة دي. هوصل للحل بالسهولة. يبقى دايما انا اقول احمد always get up early. يبقى انا استخدمت get's ليه عشان احمد? طب وليه استخدمت الفاعل في اس? لان لقيت الجملة فيها always. والوز دي بتدل على ال present simple. يا. اه مستر محمد برضو عشان اه احيانا ممكن جملة زي always الطالب يستخدمها في الباست في الباست سيمبل في الماضي الباست. اه تمام. اه فلازم تفرق ان لو كانت الجملة مضارحة تبقى present simple. لو كانت الجملة ماضي هتبقى past simple. المبني المجهول في ال present simple. بيكون عندنا بيتكون من object. بنبدأ بالمفعول. وبعدها am is are وال past possible. تصريف التالت للفعل. نكتب الرول القاعدة عندنا في كرستنا علشان حنشوف امثلة عليها دلوقتي مطلوب مننا ان احنا نجاوبها. وحتشوفها كمان في اسئلة try write وحاكات كتيرة جديدة اول مرة بنشوفها مع بعض. ال object المفعول am is are وبعدين ال past possible. التصريف التالت للفعل ده present simple بس passive. المبني المجهول. يلا نشوف مع بعض كده. بعض امثلة. امثلة. لو قلت the carpenter makes chairs and tables. اجان الجملة بتقول the carpenter النجار makes chairs and tables. بيعمل تربيزات وكراسي. وقال لي استخدم made. مستر محمد ده 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 طريقة الجديدة. طبعا طريقة. انا هنا يا مستر صبح يهمني ان الطالب الاول يحدد زمن الجملة. يعني انا قدامي جملة مكتوبة الاول اعرف زمنها. طبعا من اعرف الزمن ازاي عن طريق الفرب اللي هو الفعل اللي موجود اللي هو makes طالما الفعل مضاف له اس يبقى ده جملة دي. هو بيقول لي استخدم made. يعني عايز يستخدم التصريف التالت. طالما مطلوب مني استخدم التصريف التالت. يبقى معناه ان انا اغير الجملة الى. بسف. بلسه حضرت اجد مقدم دلوقتي قاعدة البسف هي عبارة عن الابجيكت. الجملة اللي عندنا دي بتقول the carpenter makes tables and chairs. ازا المفعول هنا مين? tables and chairs. يبقى انا هبدأ بتابلز and chairs. وطبعا الطلبة سعب يظنوا ان الابجيكت ده ما بيبقى كلمة واحدة. لا ممكن الابجيكت يكون عبارة او اكتر من كلمة. طبعا بعد كده بنحط verb to be اللي هو am is are. طبعا بيبقى ان tables and chairs دي بلور اللوني بحطة are. ثم بعد كده بجيب اللي هو التصريف التالت اللي هو made وفي النهاية ممكن اقول by the carpenter. يبقى اللي جابها تاني نقولها chairs and tables are made by the carpenter. again chairs and tables are made جبنا are وبعدها made التصريف التالت by the carpenter. mom cleans the flat every day. عايزني استخدم is cleaned. احنا بندى امثلة كتير على الرول اللي احنا قلناها. احنا قلنا فكرني كده تاني احنا قلنا present symbol المضارع البسيط المبني الموهول بنصيغه ازاي بنبدأ بالمفعول وبعدها اما وزا وار والتصريف التالت الفعل. كمان مرة بنقولها تاني المفعول حدد تشوف المفعول فين المفعول الاول ام از ار والتصريف التالت الفعل. طب بنشوف الجملة اللي قدامنا مع بعض. مام كلينز زافلات. فين المفعول هنا? زافلات. ماما بتنظف الشقة. المفعول هو كلمة زافلات. حبدأ بيها اجيب بعدها اما وزا. وهو اصلا يدها لجهزة. از كليند. يبقى زافلات از كليند افري داي. يعني الشقة بتوظف كل يوم. دي كده باسيف مبني المجموع. ري رايت. ري رايت. ري رايت the following sentence using words in brackets. دي النوعية الجديدة اللي انا قلتلكو عليها. نوعية العسينة الجديدة اللي موجودة عندنا في الصف الثالث الاعداء دي. ودي نوعية جميلة قوي. اه بتعرفني ازاي استخدم الجمل في الجرامر. اه ناخد بقى لنا من سؤال ري رايت. دايما بيطلب مني استخدم الكلمة بين الاخواس. بس to keep the same meaning. يعني لازم احافظ على معنى الجملة. اوكي? يلا نشوف مع بعض اول سؤال عندي في رايت بيقول ايه? it's your habit to get up early. use usually. هنبدأ مقام مستر محمد في الجمل بقى الاسئلة لحاجات اللي بتكرر في الامتحانات. اه طبعا يا الجملة دي اه يمكن او الجملة اللي هي مطلوب فيها استخدام. يوجه اللي دي بتيجي كتير جدا. اه. وخاصة لما الجملة تبدأ ببعض العبارات زي it's here habit او it's my habit او it's here. احنا عايزين نقول للطلب ان انت الفورم لما بتعرفه بتكون شيء يعني مفيد جدا لك في التعاون مع اي جملة. بمعنى ان يوجه اللي لازم تكون مسبوكة بسبجكت. الفاعل. اه اللي هو الفاعل هي او او اي. ثم بعد كده باستخدم كلمة طب وبعد يوجه اللي بحط ايه بجيب المين اللي هو الفاعل الرئيسي بتاع الجملة اللي هو مسلا جو او بلاي او جيت او وفي الحالة دي يبقى انا خلاص عرفت ان انا لما اجي استخدم لازم اجيب قبلها طب طالب هيسأل ابدأ الجملة بايه بانهي سبجكت بنعرفه من اللي موجود في الجملة اللي هو هير. الفاعل بتاع هير هو شيء. يبقى مفوضة ابدأ الجملة بشيء. وبعد كده استخدم بعد كده اجيب الفرب طب الفرب اللي موجودة عندي كان في حالة المصدر. او. اللي هو احنا لسه ايالين ان الجملة لو بدأ بي او شيء او بيجي الفعل في اس او اس. يبقى انا في الحالة دي هغير الجملة او الفعل الى فعل مضاف له اس. يعني اقول اجابة بعد. يعني عادة بتستيقظ مبكرا اجان. طيب مستر محمد احنا هنقول للطلبة حاجة جميلة قوي بالنسبة ده يعني اي درس عايزين نناقش وعايزين ايه اه نغطي كل. تمام. في في ازاي عبر عن عادة في في المدارة عموما بقى يعني اللي الطلبة هيخضوه في اليونت ده او هيخضوه او درسوه قبل كده او هيخضوه حتى في بقية المنى. احنا عندنا بعض الطرق بعبر بها عن عادة في المدارة. يعني ممكن يدي جملة زي يقولك ممكن يدي الجملة تانية يقولك مثلا احدى عاداتي كزا يبقى برضو نفس الطريقة حاجيب الفاعل وبعدين اجيب الفاعل في الممكن برضو من ضمن الحاجات اللي اديها لي يقولي عادة احمد كزا انه يعمل كزا برضو نفس الطريقة حيطلب مين يا سادي ميجولي اجيب الفاعل وبعدين يجولي. يبقى فيه. وفي برضو حاجة دي حاجات تانية زي كلمة از يوز تو. از يوز تو دي بيجي بعض ضائعين جاء. على الفقر مثلا احمد خدوها في سنة تانية عادة دي. تمام اه. از يوز تو. وهيدرسوها تاني برضو. وهيدرسوها تاني برضو السنة دي. بس انا 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 بحب ان مجرح البرزنت هابت العادة في المدارة بتكلم على كله مرة واحدة علشان الطالب يعرف يتنقل بسهولة. يعني انا ممكن اقول احمد ممكن اقول احمد از يوز تو ووكينج تسكول. ممكن اقول احمد از تو ووك تو سكول. ممكن اقول احمد از تو ووك تو سكول. يبقى يبقى في كزا طريقة اعبر بيها عن بريزنت هابت العادة في المدارة. نكمل مع بقى اه في جملة بتقول احمد دازن لايك ريدنج يوز انترستد مستر محمد. اه طبعا دي جملة مهمة جدا وبتتكرر شفنا قبل كده بصدر صبح في المدحانات. احنا عايزين نقول الفرق باللايك وانترستد او دي اول حاجة. لايك از افيرب ده فعل اما انترستد ان اللي ده ما بتبقى مدبوعة بان دي اجكتف صفة. طب ايه الفرق بين الفيرب هنا والصفة? الفيرب لما باستخدمه ممكن استخدم معاه فيريب تودو. اللي وهو دونت او999 اما باستخدم معاه ييبقى دي اول نقطة الصفة هحط معاه فيربي لكن الفرن بممكن انفه فيه برب تو دو طيب دي نقطة. النقطة التانية هو بقول احمد دازنت لايك يبقى انا لما شيل مكتب احمد ما احزف دازنت واستخدم بها ايه? ما نكتبها مستر محمد كده للطلب عشان نقلوها في شكل رول يعني نقول لايك مثلا لوحدها لايك تمام يعني هنقول السبجكت بلاس لايك بالزبط كده وبعدين فيرب بلاس اي ان جي او نون فيرب بلاس اي ان جي او نون او نون دي كده اللي هي القعدة بتاعتها انا محب اكتبها في شكل يساوي يساوي لان انا اجيب السبجكت تاني السبجكت او اس وخلاص كيف ايه مش ام از ار بعد كده فيرب بي ام از ار سواء انترستد ان بقى او كين اون او فوند اوف اه يعني يمكن زي ما حداك بتقول دي الحاجات اللي بتتكرر انترستد ان وبرضو الطلب عندهم كلمة كين اون عارفينها اه حريص على اه اه فوند اوف اللي هي مغرم بي وبعدها اين جي او نون اه وفي الحالة دي بقى ببيجيش بعديها بقى اللي هو اه الفرب في المصدر ولا حاجة بيجي فيرب وضف لها اين جي او نون يبقى دي الرول عموما كده اللي مستر محمد قدمها لنا ان انا لو عندي الجملة فيها لايك اجيب بدلها ام او او ار انترست ان ام ريدنج يعني احمد مش بيحب القراءة هاز سالي قطة نيو كمبيوتر يوز داز مستر محمد هاز سالي قطة نيو كمبيوتر وعايزني ابدأ بداز ندي ام ندي افريوم نторовا ما يوز كمبيوتر ام ام رد میر ح победر ام ريد احباي اريد الشرr مينا انت بدأت الدراقات لمذاكرTO الإنجليش ولا لسه حيث لسه حظة كمي جيدة معه الي怎樣 الي slope myмов طب تمام احنا بغضل حائزة كمي علية الي احن لسه بغضل حلقة الي نارضة في واي قدمناها الزوكابليل اي لو انتبتTech الموضم حلقة واقدمنا معا التغييب سيمبل. وبنتشوف مع بعض دلوقتي نوعية جدا من الاسئلة اللي هي اسئلة الري رايت. ديها عندك اسئلة يا مينا? طب تحب تشارك معنا? ماشي اوكي. طب اه في سؤال قدامك دلوقتي على الشاشة يا مينا بيقول هالسالي جوتا نيو كومبيوتر. طالب منك تصدم كلمة داز. بس عايزك تفكر شوية يا مينا. يعني هي جملة مش سهلة قوي. فعايزك تفكر شوية. هالسالي جملة بتقول هالسالي جوتا كومبيوتر. وطالب انك تبدأ السؤال بضاز. اه. هيبقى داز سالي. هم? اه 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 داز سالي جيت اه نيو كومبيوتر. طب انا عايزك تفكر شوية. بالراحة بس انت قلت داز سالي كويس لحد داز سالي. طب بعدها اقول ايه? داز سالي ايه? هم? سالي. مع اه اه جيت. لا احنا مش هنجيب جوت ولا جيت. هو عايز السادي من جيت اللي ايه في المصدر? لا مش هتبقى جيت برضو يا مينا. بصدر يا مينا انا انا ما اجيب اعبر عن الملكية. انا عندي حاجة من الاتنين. اه يا اما اقول هاف او هاز جوت. اه يا اما هاف بس او هاز. تمام? معي يا مينا? اه. انا الوقت سألت على هاز جوت قلت هاز سالي جوت. طب انا لو عايز اسأل بالطريقة التانية اجيب دو او داز وبعدين الفاعل وبعدين هاف. هاف بس. اه. فاهمني يا مينا? يعني. يعني. يبقى هاف با نيو كمبيوتر يعني. يعني مش هجيب جيت خالص. اه. نقول داز سالي ايه بقى? مينا? اه. كامل داز سالي. اه داز سالي هاف با نيو كمبيوتر. تمام. اكسللل. ممتاز يا مينا. يبقى اه نشوف اللي اجابة ما كلنا مع بعض. داز سالي هاف نيو كمبيوتر. يبقى اه نكتب كده في كرستنا يا مينا عشان ما ننساش الحكاية دي وكل ريت كل الطلبة يكتبوا المعلومة دي. الجملة لو فيها هاز جوت انا ممكن اسأل باستخدام دو او داز والفاعل وبعدين الفاعل في المصدر ليه هاف. لان هاف او هاز جوت بتساوي هاف بس. اوكي يا مينا. اوكي ممتاز. اعرف بتشارك سؤال تاني. او ممتاز. طيب. بص يا مينا في سؤال بيقول. we will move to a new house in banha next week. احنا احنا هنتنقل بيت جديد في banha الاسبوع الجاي. عايز اصطادم كلمة moving. اه. شايف سؤال. we will move. خد بالك. will move. ده future. مستقبل. we will move to a new house in banha next week. عايزك تصطادم moving. تقريبا كده تبقى. we are going. لأ بقى. we are ايه على طول? we are moving. تمام اكسلنت. كامل بقى الجملة. ممتاز يا مينا. طب. الجملة دي تعرفنا ايه يا مينا? نستفدنا منها ايه? استفدنا منها زي المصدر. بتساوي. المدارع المستمر. بالزبط. بس في التعبير عن في التعبير عن المستقبل. اه. بالزبط كده يا مينا. تمام. زي كده. يبقى اه 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 اه. عرفنا كده من الجملة دي. معلومة جديدة استفدناها. زي المصدر. ممكن استخدم بدل منها المدارع المستمر. والاتنين بيعبروا عن المستقبل. تمام يا مينا? اه. طيب. اه مينا احنا بنشكرك جدا على اتصالك بنا وعلى مشاركتك في البرنامج. كيب واتشك. خليك معنا على اتصال دايما. وان شاء الله في الحلقات الجاية هنقدم اسئلك كتير وحاجات جدار مفيدة جدا للطلب. شكرا يا مينا. نرجع تاني لأسئلتنا. اه معنا الوقتي اسئلة اختار الإجابة الصحيحة. ده نوع برضو من الاسئلة الملتيبل وناخد بالنا قبل ما نشوف اي سؤال ان الاسئلة المستر محمد مش في طلب وداخلين اللي بتحامل متقد ان ده سؤال جرامر سيرف. يا طبعا هو السؤال اللي تشوزس بيرتبط دائما بالفوكابلاري وبالجرامر. يعني بمعرفته بالكلمات اللي درسها في كل يونت. وايضا بالالستركتشارز اللي هي الكواعد النحوية او الجرامر اللي احنا بندرسه على مدار العام. الى جانب طبعا ان في بعض الحاجات متعلقة بالفوكابلاري والجرامر بتيجي ايضا في سؤال اللي اللي هو قدمناه دلوقتي. اه. هستاذنين المستر محمد ويهاف سارا من القاهرة. هلو سارا؟ حلو مستر. انا اخوة. انا اخوة. انا اخوة اخوة السارا؟ ايضا مستر صبح يا سارا اكيد تبعت معنا الـ ويمكن ابننا مينة اللي هو اتصل من شوية وسأل على وعلى فهل تبعت معنا يا سارة الحلقة من بدايتها؟ اه تبعتم اولا طب احنا في جملة كده اقول هالك يا سارة يعني يمكن نخطها من مكالمة مينة ونحاول ان احنا نعملها السؤال كده بالصبع يعني لما نقول مثلا سارة هل تبيع مجب�들 واقع جديد من النقصえる؟ مالسравة ؟ يقول سارة كده قمت من نقصه? زرت ان تديد من الانجم جديد من الم壮ق ماذا ن похож على جملة دي؟ سارا ستجب اخذ نوع المبيند في في يوم دا رائحة المبيند سارا طبعاً مستر صبح يا هنا سارا استخدمت الـ to بدل الـ سارا ستجب اخذ صبعاً جملة برضو من الحاجات اللي بتيجي في الـ يعني يبقى الجملة هتكون سارة إز جوينج تو وإحنا عرفين جوينج تو بيجي بعدها الإنفينيتيب يبقى هنقول جوينج تو باي وبعدين أكمل الجملة حتى نهايتها يبقى بدنا نقول إز باينج اللي هو بريزن كونتيس هستخدم إز جوينج تو وطبعا الجملة دي مستر الصحي يتعبر عن البلان اللي هي زي حاجة مخططة أو أرينجمنت طب بمناسبة الجملة دي مستر محمد اللي حزاك قدمتها سارة الأول قبل ما نقول لك أسئلة أنت عندك أسئلة هل لديك أسئلة؟ لا مساعدة طيب بصي أنا في جملة برضو يا سارة يريدت مستر محمد نكتبها على الحاجات اللي إحنا شرحينها دلوقتي تمام لقلت مثلا أحمد أولويز يريدت نكتب جملة برضو سارة عشان تشوفها ماشي أحمد أحمد أولويز درينكس كافي درينكس كافي كافي أت 5 بي أم تمام أحمد أولويز درينكس كافي أت 5 بي أم يوز هابت عايزي صادم كلمة هابت هنا يا سارة إت أحمد هابت تو درينك كافي أت 5 بي أم يا إكسلان سارة سارة أنتي لانجوجي سكول يس نعم الأكسنت بتعتق جميل أول سارة شكرا لانجوجي سارة أنت ترينك كافي أت 5 بي أم تب سارة ممكن أن تجيب هابت بترعية تانية؟ لقد ونقول احمد سعبت تأم cum поступay احمد سعبت تأمم 7 الاثرين نعبد كيفية السائل هل تشوز كدة صارا برضو، حازم لا يطلق مجموعة قدام هزم لا يطلق مجموعة قدام صبع؟ نهاية صبع حسناً سورا. طب ليه سورا؟ إنها مستقبلة لأن هناك درسي two-morrow ويقول تتشعر عن حدث المستقبل أي حدث بحضور مستقبل. حدث سيحدث في المستقبل انت بسم الله ماشاء الله عليك يا سورا الانجليش عندي الجميل او والأكسنت بتاعتي الجميل او انا بحقيقي عليها سورا كيب واشنجد على استقالنا. خليك يمتابع البرنامج بتاعنا ولو عندك اي اسئلة في اي وقت يا سورا انا بحب قوي قوي الاسئلة بتاعت الطلبة المتفوقين دي في اي وقت احنا تحت امرك يا سار اه شكرا سار اه مستر محمد نرجع تاني لاسئلتنا اه الجملة اللي بتقول هي طبعا الاجابة زارت في ووكس طبعا ووكس عشان خاطر الجملة في المضارع البسيط مستر ماجد دواتس ويرك أت 5 او كلوك اونه فنش 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 وهاز فنش نفكر مع بعض كده احنا الحد الوقت يمكنك او نيكوش غير البريزن سنبل بس الجملة بتقول مستر ماجد دواتس ويرك أت 5 او كلوك اونه فنش 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 انفكر مع بعض كده عندي كلمة مع مستر مجدي طبعاً سنجلر ناون اسم مفرد فالإجابة هتكون يس اكسلان فنش مستر مجدي فنش work at five o'clock every day علي دوتس a letter now writes writing wrote or is writing طبعاً is is writing ويهاف علياء فرم شرقية هلو علياء هلو علياء انا معيك سامعك علياء هاواريو هاي هاي علياء ايه الاخبار عامل ايه علياء الحمد الله علياء انتي متابع الحلقة من اولها اه احنا النهاردة قدمنا بدأنا في يونت 1 شفنا الكلمات الجيدة شفنا كمان وبعض اجزاء من اللي عندنا في اليونت الاول هل لديك اسئلة الاول او ايه حاجة صعبة عليك في يونت 1 عندي سؤال طب تفضلي دا سؤال جميع ده سؤال جميع على فكرة ده في صلب الحلقة بتاعتنا بتاعت النهاردة اللي هو البرزن سيمبل مدارع البسيط باسيف طالب مني ان هنا في الجملة دي ان انا احاول الجملة يا علياء في البرزن سيمبل للباسيف مستر محمد طبعا يا علياء لو تابعت معنا الحلقة كنا قدمنا اللي هو البرزن سيمبل باسيف احنا قلنا يا علياء ان احنا لما بنيجي نغير الجملة الى المجهول ببدأ بالايه بالأبجكت تمام؟ طب فين الابجكت هنا يا علياء في الجملة اللي انت قلتها يعني فين المفعول هنا يعني اما اقول اللي هو الفاعل وبعدين اللي هو الفاعل وبعد كده يبقى فين المفعول هنا تمام يبقى انا ابدأ بايه بارب طيب احنا عارفين ان الجملة اللي انت قلتها دي في المدارع البسيط تمام؟ ايه علشان عندنا سبيك في المصدر واحنا قلنا لما الجملة يكون فيها فاعل او مصدر بتكون في المدارع البسيط او في البرزن سيمبل طيب احنا بعد المفعول بنحط ايه طالما الجملة مدارع بسيط بنحط فير بيتو بيه طب هنقول عربيك ايه بقى؟ نقول ام او از او ار طبعا عربيك يا علياء مفرد علياء ممكن توطي التلفزيون بس وتسمعينا من التليفون عشان الصادة معنا تسمعينا كويس لوطي التلفزيون شوية اوكي علياء طيب انت بدأت الوقتي قلت عربك عربك ده المفعول مستر محمد بيقولك عربك دي اجيب بعدها ام ولا از ولا ار عايز بقى تصريف التالت تصريف التالت من كلمة سبيك اللي هي مكتوبة قدامك في الجملة هو اصلا يدهلك بين الاخواس اللي هي ايه تمام يبقى عربك از سبوكن ونكمل بقى الجملة عالية يبقى كده احنا غيرنا الجملة انتو باسف او حولناها الى الباسف تمام كده عالية الجملة دي عالية بتتكرر كتير او برضو احيانا بدل عربك يقول لي انجليش يقول لي الاتف الانجليش ناس كتير بتتكلم انجليش الوورد اما يجي يطلب من يستودم كلمة سبوكن اقولها ازاي احاوليك الجملة تاني لو قلت الاتف الانجليش حولها الى كده الباسف هبدأ بالمفعول اللي هي كلمة ايه عالية انجليش تمام واجب بعدها ام ولا از ولا ار اه اه از تمام والتصريف الثالث من نتعلم لسه عليها انت حالا يقوم بتكلم كم تمام يعني الانجليزي لغة بتقطع حدث في كل انحاء العالم تمام كده عليها تمام هل لديك اي اسئلة ثانية لا شكرا عليها بنشكرك جدا عليها ونستمر بصورنا مستر محمد هنتنقل دلوقتي للحاجة جديدة بقى بالنسبة للطلب أول مرة شوفوها موضوع الستوائشنز طبعا الستوائشنز زي ماستر الصباح عايزين نعرفهم يعني إيه الفرع ده في المنك طبعا الستوائشنز معناها المواكف معناها المواكف والمواكف هي عبارة عن هاو تو يوز انجليش الريال لايف يعني زي نستخدم اللغة الانجليزية في مواكف الحياة المختلفة يعني حداك توصد أن الطالب هو بيدرس الستوائشنز ما ياخدهاش على أنها للامتحان بس أنا ممكن I can use it in every day life ممكن أستخدمها في حياتي اليومية اه وأنا عشان كده على فكرة باعتبرها أنها من أجمل الحاجات اللي موجودة في المنهج عندنا لأن على مدار التو تيرمز الترمين الطالب هيتعلم استخدام اللغة في المواكف اللي بتقابله في حياته يعني فور اكزامبل أنا مثلا ممكن أقابل مستر صبحي بعد فترة طويلة ما كونش شوفته فده سيتيواشن اه اقول ام هابي تسيو اجين اه تمام ممكن كل يوم بقابل شخص بسأله عن حاله او ممكن اكون رايح ازور شخص مريد هعرف اقول ايه رايح اشتري حاجة وعايز اعرف تمنها هتعلم ان انا اقول ايه قد يكون ان انا بادعو واحد صاحب ان احنا مثلا نروح بيتسا مثلا مع بعض او نروح مثلا او عزمه على كل دي الطالب هيتعلمها على مدار الترمين فهي تعتبر فرع جميل جدا في المنهج تمام اول درس عندنا في سيتيواشن لاحظوا ان كل يونت في الكتاب كل واحدة في المنهج بتاعنا بيبقى فيها درس مواقف هنبدأ النهاردة باول درس اللي موجود في يونت وان اه السيتيواشن عندنا المرة دي اسمها جريتنجز التحيات ازاي احيي حد ازاي احيي حد الصبح بعد الظهر وهكذا اه لو قابلت حد الصبح طبعا اقوله جود مورننج بعض الظهر اقول جود افترنون جود افترنون جود افترنون برضو نرد نقول جود افترنون انا لو حد يقللي هلو ارد عليه اقوله هلو او هاي جود نايت بنرد نقول برضو جود نايت بس ناخد بالنا من كلمة جود نايت We say it before bed بنقولها قبل النوم يعني لو قال لي عشان بس بأكد على الحتة دي مستر محمد لو جالي سؤال قال لي You meet your uncle بتقابل عمك In the evening في المساء مش هقول له Good night لا هقول له Good evening لو حتى قال لي You meet your uncle At night بتقابل عمك At night بالليل هقول له برضو Good evening لكن لو أنا مثلا I'm ending a conversation أنا بنهي محادسة بيني وبين عمي أو بيني وبين حد وقف معي في الشارع بالليل فعايز اسيبه وامشي اقول له تصبح على خير بقى Good night بقول له انه Good night يا مستر صبح بتتقال When you leave someone للتوديع يعني اما يكون حنام اما يكون حنام اما مودع شخص عشان نذهب للنوم تمام في برضو عندي Taking leave ما جامشي اسيب حد وامشي اقول له Good bye We can reply saying Good bye or bye 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 نرد برضو Bye bye See you later نرد نقول See you or see you later في عندي برضو مستر محمد meeting someone for the first time اما اتعرف بشخص الاول مرة بقول له How do you do اهلا وسهلا ويرد علي برضو How do you do فيه ممكن اقول Please to meet you ونرد بنفس الطريقة برضو Please to meet you too انا سعيد بيلقائك ايضا Asking about health اما جهاز الواحد عن صحيته اقول له How are you نرد نقول I'm fine thanks How are you feeling today نرد نقول A lot Peter thanks Asking about health Asking about someone's country اما جهاز الواحد على بلده يعني انا قابلت سائح في القاهرة هنا عايز اسأله اقول له انتمنين اقول هلو ازاي دي بنشوف مع بعض كده اقول له Where do you come from وطبعا يرد يقول لي I come from انجلان I come from امريكا I come from نيويورك I come from استراليا وهكذا ممكن ااسأل برضو اقول Where are you from يرد علي يقول لي I'm from كايرو اوكي يبقى دا ازاي اسأل عن بلد حد ازاي اسأل هو منين Offering العرض ازاي عرض مساعدة على حد اقول Would you like to or do you want to وناخد بالنا كلمة Would you like to بتساوي Do you want to plus وما اجرد على اقول Yes please او No thanks نشوف مع بعض امثلة على situation I'm would you like to drink tea ارد اقول Yes please Do you want to eat pizza واحد بقول تحب تاكل pizza ممكن اقول No thanks يبقى لها الحرية ان انا اوافق ارفض اقول Yes please او No thanks نشوف مع بعض رأيت what you say in this situation اسئلة الموقف بتجيلي بالشكل ذا ممكن يجيلي سؤال يقول you meet someone for the first time انت بتتعرب بشخص الاول مرة what you say Mr. Mحمد اقول how do you do yes how do you do يبقى لو قال لي بتقبل شخص او بتعرب بحد في اول مرة اقول how do you do you you greet your father before bed yes Mr. Mحمد يبقى اقول good night good night طالما ذكر كلمة before going to bed قبل النوم يبقى good night yes good night تصبح على خير طب لو قال لي you visit your sick uncle in hospital دا سؤال بيقول لي انت بتزور عمك في المسلشفى هو طبع ممكن Mr. صفحي دا اللي بنقل عليها السؤال عن الصحة قول له how are you feeling today او ممكن اقول are you well yeah how are you or how are you feeling today or are you well yeah you are leaving your friends طب هنا ما ذكرش الوقت قال لي باي باي see you later good bye تمام باي باي وهكذا طب مستوى محمد برضو حاجة مش واضحة اوه في الكتاب how to introduce someone ازاي اقدم شخص طبعا جميل جدا مثلا شرح لما بقدم شخص لحد اقول له this is my for example مثلا my friend yeah مثلا علي يعني صديق اسمه علي وعايز اقدمه لاخي مثلا او لوالدي بقول له this is my friend علي يبقى ماجا قدم حد اقول this is my friend او this is احمد ويقول له ايه بقى مستوى الصبحي اقول له how do you do لا انا اتعرفت عليه مستوى محمد النهاردة احنا قدمنا unit one قدمنا حنكمل معاكم unit one في الحلقة الجاية لسه في حاجات ما قدمناها بكوش شوفنا مبعد النهاردة سؤال situation وده انا ويجديم لأسئلة شوفنا كمان سؤال وده برضو نوع جديم لأسئلة اول مرة تشوفوه قدمنا لكم new vocabulary الكلماتي جيدة قدمنا لكم structure اللي موجود عندنا في unit one مستوى محمد thank you are you all very happy to be with you today me too سانكي واتمنى لطالبة كلهم ان شاء الله يتواصلوا معنا لان كنا سعداء النهاردة بالتليفونات اللي جات لنا جدا ان شاء الله احنا دايما بنكون سعداء جدا بالتواصل معاكم مستعدين دايما للاجابة على اسئلتك وستفساراتك dear friends keep watching our program finally thank you for watching and see you next time